البارحة السيد مقتدى الصدر وقف السياسيين والشارع على تك رجل مثل ما يقولون بمجرد أنه لوح باستخدام ورقة الشارع واللي زاد المخاوف الأكثر تغريدة مسؤول سرايا السلام وما تردد عن اجتماع لقيادة السراية من أجل حماية المتظاهرين اللي رح ينزدون للشارع لكن لحد الآن مصدر أي شي رسمي من التيار الصدري بخصوص التظاهرات والظاهر فعلا كانت مجرد تلويح من أبو هاشم بس كان تفاعل الجماهير قوي وبرسالة كلش خطيرة وشبيرة بأنهم رهن إشارة السيد في النزول للساحات وإلى الميادين إذا ما أمر بذلك طبعا الإطار مسكت على خطاب الصدر ومفوت الاتهامات اللي يوجهها للثلث المعطل بحيث وصف الإطار في بيان طويل وعريض الخطابات المتهمة له بتعطيل تشكيل الحكومة بأنها محاولة لتضليل الرأي العام بعد فشل كل الكتل بمشروح الاستحواذي على حد قوله صحيح بيان الإطار ما ذكر التيار الصدري بالناص بس التلميح أبلغ من التصريح خصوصا من قال الكتل التي تدعي أنها فائزة يعني الإطار بعد مشكك فوز التيار وبنتاج الانتخابات ومع هاي الانباع عن رسائل عن المرجعية الدينية للسيد الصدر نفى مصدر مقرب من الحنانة وجود هكذا رسائل لا بشكل مباشر ولا عبر وسطاء يعني بالمختصر المفيد لتحاولون اتدخلون المرجعية بهذه الخلافات المصدر أكد أيضا على أن المهلة الثلاثين يوم ما تزال قائمة وإذا فشلت الأطراف المعنية بعد مدة الثلاثين يوم راح يكون للصدر إجراءات لاحقة لحل حالة الأزمة بهاي الأثناء التحالف الثلاثي ما استسلم لقرار المحكمة الاتحادية العليا وقرر يطرح مشروع قانون الأمن الغذاء من جديد بس هاي المرة عن طريق البرلمان لتجنب الإشكال القانوني فهل ستنجح مساعد تمرير لو المحكمة راح تكون بالمرصاد الله أعلم